أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة ضمن خطتها التدريبية الشاملة نفذت خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين 57 برنامج تدريبيا افتراضيا عبر المنصات الرقمية استفاد من البرامج 3231 متدربا من منتسبيها تحقيقا لهدف استدامة التمهين خلال الجائحة مع اشراك المؤسسات التعليمية الخاصة في هذه البرامج وأوضح الوزير أنه ضمن تلك البرامج المنجزة تم تنفيذ ثلاثة برامج ضمن مشروع تطوير جودة أداء المدارس استفاد منها 316 متدرب وتهدف إلى الاستمرار في نشر ثقافة ومفاهيم جودة أداء المدارس وفق المعايير المعتمدة والتوظيف الفعال للتكنولوجيا في التعليم والتعلم وتقويم أداء الطلبة